بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر اليوم الاثنين اربعة عشر اكتوبر الفين وربعة وعشرين صدر بيان وزاري جديد كما وعدناكم اي جديد عن الوزارة راح ننشره ونشرحه ونبرتاجه معكم صدر اليوم بيان وزاري جديد من وزارة التربية الوطنية حول العطل العطل بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للأساتذة راح نقرأه هذا البيان الوزاري ونشرحه بارك الله لي ولكم طيب أول حاجة نبدأ بها كما لكم تشوفوا التاريخ تاريخ البيان الوزاري هذا 14 أكتوبر 2014 طيب نقرأ هذا البيان الوزاري بيان حول رزنامة العطلة المدرسية للسنة المدرسية 2024-2025 طبقا لأحكام المادة 31 من القانون 0804 المؤخر في 15 محرم عام 1429 الموافق لـ 23 جنوبي 2008 المتضمن قانون التوجيه لتربية الوطنية وبناء على القرى المؤرخ في 6 أكتوبر 2024 الذي يحدد رزنامة العطلة المدرسية للسنة المدرسية 2024-2025 تعلم وزارة التربية الوطنية أن العطلة المدرسية للسنة المدرسية 2024-2025 حددت كما يأتي إذن هذا هو الرسمي ما كان ينشر وما كان يدع كانت عبارة عن أخبار فقط هذا هو الرسمي من وزارة التربية عطلة الخريف جميع المناطق شمال جنوب جميع المناطق عطلة الخريف جميع المناطق من مساء يوم الثلاثة 29 أكتوبر 2024 إلى يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 صباحا معناه من مساء يوم الثلاثة 29 أكتوبر معناه الثلاثة يقرأوا يقرأوا صباح وحشية كي يخرجوا حشية كي يخرجوا الخمسة كي يخرجوا الخمسة ثم يدعوا عطلة معناه الثلاثة يقرأوا والأساتذة يخدموا صباحا ومساءا كي يخرجوا مساءا الخمسة ثم تبدأ عطلة الخريف وتنتهي يوم الأحد صباحا الحد 3 نوفمبر 2024 يدخلوا من عطلة الخريف إذن هذه عطلة الخريف من 29 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024 طيب نمر لعطلة الشتاء نفس الشيء جميع المناطق شمال جنوب والوسط جميع المناطق من مساء يوم الخامس 19 ديسمبر 2024 إلى يوم الأحد 5 جونفي 2025 صباحا منع عطلة الشتاء من 19 ديسمبر 19 ديسمبر 2024 إلى غاية 5 جونفي وهو الأحد 5 جونفي 2025 صباحا وهذا لجميع المناطق طيب نمر لعطلة الرابعة عطلة الرابعة كذلك جميع المناطق شمال جنوب والوسط من يوم الخامس 20 مارس من 20 مارس 2025 مساءا إلى يوم الأحد 6 أفريل 2025 صباحا من 20 مارس إلى غاية 6 أفريل هذه عطلة الرابعة طيب العطلة الصيفية لهذا الموسم العطلة الصيفية لجميع المناطق طيب العطلة الصيفية بالنسبة للأساتذة تبدأ العطلة الصيفية بالنسبة للأساتذة ابتداءا من مساء يوم الخميس 10 جويليا 10 جويليا 2025 تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للإدارة التي يخدمها في الإدارة بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية بما فيها اجتماعات مجالس القابول والتوجيه ونشر نتائج الامتحانات الرسمية وتسليم الوثائق المختلفة للتلاميذ وكل العمليات المتعلقة بالدخول المدرسي وتحددك الآتي المنطقتين الأولى والثانية المنطقة الأولى والثانية ابتداءا من يوم الخميس 24 جويليا 24 جويليا 2025 مساء إذن كما قلنا المنطقة الأولى والثانية ابتداءا من يوم الخميس 24 جويليا 2025 المنطقة الثالثة تبدأ قبل قبل 24 جويليا ابتداءا من يوم الخميس 17 جويليا 2025 إذن كما قلت سابقا ما كان ينشر وما كان يذع كانت عبارة عن تخميمات فقط وليست أمور رسمية الأمور الرسمية التي تنشرها الوزارة هذا هو المشهور لنشرات الوزارة اليوم حول العطل لهذا الموسم الدراسي 2024 2025 وكما قلنا لكم عطلة الخريف عطلة الربيع عطلة الشتاء وعطلة الصيف نحن على أيام قليلة على عطلة الخريف اللي هي من 29 أكتوبر إلى غاية 3 نوفمبر إلى غاية 3 نوفمبر نسأل الله عز وجل التوفيق بارك الله فيكم لرئيشها يتفيه أول مرة لا تبخلوا علينا بالاشتراك في قناة والجامل الفيديو بارك الله لي ولكم وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة